السيدات والسادة مساء الخير نتحدث اليوم عن ثروة كبيرة منحتنا هويتنا الثقافية وميزتنا عن باقي شعوب العالم نتحدث عن تراثنا الشعبي وما نملكه من ثراء كبير في الحرف وفي الأزياء والفنون والمهارات وحتى في أطعمة أعطت لموائدنا مذاقها الخاص في كل المناسبات أعطاء شعبي متنوع ومتواصل منحه المصريون للثقافة الإنسانية على مر التاريخ من الصعيد إلى الدلتة إلى سيوة وسيناء ومرصة مطروح إلى إبداعات وحرف وفنون المناطق الشعبية وأهالي المدن الساحلية الإسكندرية وضميات والقناة وسكان الأماكن التاريخية ذات الملامح المبهرة في النوبة وأسوان والأقصر وقلب القاهرة الفاطمية والمملكية والخذوية العالم بدوره اهتم بالتراث الشعبي المصري وسجلت منظمة اليونسكو الكثير من إبداعاتنا الشعبية كجزء من التراث العالمية اليوم نحن نسأل كيف نتعامل نحن مع تراثنا الشعبي كيف نحافظ عليه من الإهمال ومن النسيان أو التشويه أو حتى السرقة من بعض الجهات والأهم كيف نجعل تراثنا من فنون وإبداعات شعبية وحرف يدوية تستمر وتتطور جيلا بعد جيل حديثنا اليوم من مصر عن تراثنا الشعبي وجه آخر لهوياتنا وملامحنا التاريخية والثقافية أهلا بكم